اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني السبب القلبي اللي راح تصير بالفترة الجاي وانه هو اللي بدا تسبب الاحداث او الاحداث اللي بتصير في امريكا وانه بداية الانهيار وبداية الثورة وبداية الحرب وبداية مش عارف كل هالامور هاي طبعا اللي برجع بسمع الحلقة الحلقة لسه موجودة يعني مراحت ايش لما حكيت انا عن الخصوف ومخاطر الخصوف ومش عارف ايش ذكرت عبارة بس ما حدا ركز عليها انا متأكد تماما انه ما حدا انتبهلها من الاشخاص اللي بدعوا علم الفلك عشان هيك يعني تمنيت في خلال اليومين هدولا اشوف واحد والله هب هيك طلع مرة واحد يقال لا يا عمي مش الخصوف وفي ايش تاني فعشان هيك عشان ما اطولش عليكم بكرة في حلقة الغد يعني رح نحكي عن زاوية الزاوية هاي انا ذكرت اللي هي زاوية التربيع بين الشمس وبين المريخ قلنا انه الشمس اللي موجودة في الجوزاء اللي هو بيت متاعب السرطان اللي السرطان برج امريكا قلنا انه بده يصير فيه بشكل زاوية التربيع زاوية التربيع هاي خطيرة جدا وهذا بيت متاعب امريكا فعشان هيك بسبب مشاكل كبيرة والخصوف اللي بده يصير برضه لانه بده يصير برضه بمقابل يعني في البيت السادس لبرج السرطان يعني بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك دايما بيت الصحة لهو الامراض او بالنسبة للدول بتصير اللي هي الاحداث او الخلل او المشاكل او الاشياء هاي والعمل اللي هي الخسارة والعملة والامور الاقتصادية والاشياء هاي فانا لما حكيت يعني رمية الفتاشة يعني انتبهوا يا جماعة الخير المريخ يا جماعة الخير الزاوية الشمس الجيش قيادات عسكر قرارات وراح تصير متسرعة لانه الشمس يعني منتحسة والمريخ حرب وحكينا انه المريخ الاعلاقة بالحروب والاعلاقة بالثورات والعلاقة بالمشاكل والحدية والتفجيرات ولكن للأسف يعني ربنا مش رايد لهم الخير ومش رايد لهم انه هم يعني شوي يطلعوا في امر يعني حتى لو سرقه يا جماعة الخير بس يعني يكون الموضوع صحيح يعني مش انه لهالدرجة لا اله الا الله فهاي الزاوية هسا اليوم راح انا اذكر لكم الجانب منها وبكرة في حلقة الغد ان شاء الله راح اعيدها لانها هي بتيجي بعد ساعات المساء ذروتها هاي الزاوية لها تقريبا بحدود العشر ايام متشكلة بتبدأ طبعا بتصاعدي احداثها بتزيد بالوتيرة لحد يتما تصل اللي هي ذروتها اللي هي ذروتها راح تكون بعد حلقة الغد اللي هي على جزء بعدين بتبلش الامور تنزل وبكون الخصوف انتهى فالاحداث تبعت امريكا يعني بخلال ثلاث ايام اربع ايام تقريبا بتبلش تنتهي شوي شوي ولكن اثارها الاقتصادية او اثار النتائج تبعتها بتكون مستمرة لفترات طويلة لانه هاي شغلات ما بتنتسى شغلات تدون فهي يعني الها مئة الف حساب وحساب في وقتها ان شاء الله راح نحكي عنها اما الامر الاخر اللي انا بدي اعلق عليه او بدي احكي عنه يعني انا بدي اصير على اساس انه احنا ما ندخل في المتاهة هاي وانه نصير نعمل احنا الحلقة مثلا ذروة الزاوية هاي مثلا ده تصير بعد الغد الها تأثير عشر ايام فاحنا ما نحكي عنها الا في ذروتها فهيك تقريبا يعني احنا منكون شوي بعد عن الحدث يعني بتصير الاحداث صارت بعدين احنا منحكي فبيجي ناس بقول لك اه انت صرت تتركب الفلك على الاحداث والاجتهادات تبعاتك لا احنا مش منركب هاي توقعات السنة موجودة نفس اللي انا بذكر لكم يا انا ذاكره في توقعات السنة لانه هاي الزاوية احنا ما مننساها هاي الزاوية ما منقدر نتجنبها لانها هاي زواية لها تأثير ففي توقعات السنة مذكورة ومذكور تأثيراتها والفترات الصعبة وشو رح تعمل طيب الان انا شو بدي اسوي اه في توقعات الاسبوع بدي اصير احمل ملخص لحركة الكواكب خلال الاسبوع يعني ملخص سريع اذا في زواية حادة في تنقلات للكواكب في حركة تراجعية تقدمية شغلات زي هيك في بداية التوقعات رح اصير اذكر لكم اياها انه خلال الاسبوع متوقع الحركة الفلكية زي ما منعملها احنا في التوقعات اليومية يعني بشكل هيك ولكن احنا بدا نعملها بشكل سريع يعني انه متوقع انه صير في زواية سلبية في يوم كذا الساعة كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا هيك نذكرها وبعدين نذكر احنا اذا في تراجع للكواكب انه في يوم كذا في تراجع للكواكب ممكن اني انا اعمل زي الاخبار الفلكية اللي هي انا اطلع فيديو مثلا قبل الانتقال بداية تأثيراته مثلا تأثيراته قبل بثلاثة أيام فأنا أعمل الفيديو قبل بأربعة أيام أو خمس أيام أحكي فيه أنه فيه في اليوم الفلاني بده يصير مثلا تراجع مثلا عطارد بده يتراجع عطارد فإنه تأثيرات التراجع كذا 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 نعملها في فيديو منفصل قبل ما تصير قبل ما تصير دروة التراجع فهيك إحنا نكسب يعني للي بدهم يكسبوا وقت أو اللي بدهم يبرمجوا وقت على هاي الأحداث بيكون أسهل لهم طبعا إحنا في صندوق في التعليقات تحت ياريت إنكو تكتبوا لي إذا في عندكو اقتراحات إذا في عندكو رؤية معينة يعني هاي قناتكو مش قناتي يعني أنا بشتغل للكم فإذا عندكو اقتراحات معينة أو شايفين أشياء مناسبة لازم أنا أعملها أو من المحبب إني أنا أعملها يكتبوا لي إياها حتى لو كانت صعبة حتى لو كانت مرهقة كتبوها ممكن إني أنا أرتب الوقت بطريقة مناسبة جدا يعني إنها تتناسب مع هاي الأحداث اللي هي زي سكيتشات سريعة فيديوهات اللي هي بتيجي أقل من خمس دقائق أو ثلاث دقائق أو شغلات زي هيك بتشرح الموضوع ببساطة أو بسهولة وفي نفس اللحظة بيكون رد مسبق على أي إشي بده يطلع من أشخاص ممكن بدهم يهولوا الموضوع أو يكبروا الموضوع أو إنه يضحكوا على الناس بس لجمع اللايكات والأمور هاي فإحنا يعني بمعنى آخر بدنا نوضح الصور بطريقة إيجابية وسريعة وبرضو الكل يستفيد منها وكمان عندي طلب بسيط منكم يعني أنا لاحظت أنه التفاعل شوية الفترة الماضية نزل الفيديوهات بطلت تطلع على السيرج يعني لما يعمل واحد سيرج على الجوجل ما بطلع يعني من النوادر فيديوهاتي صارت تطلع السبب اللي هي قلة التفاعل وقلة اللايكات اللايك يا جماعة الخير أنا ما بستفيد منه يعني لا بعطيني مصاري ولا بيدعمني اللايكات بس برفع الفيديو على أساس أنه في خلال البحث أنه يكون ظاهر قدام الناس يعني ممكن أنه إحنا في أشخاص زي ما أنا بالبداية كنت أتوق أني أنا أتعلم العلم الصحيح وتعبت لحديث ما وصلت له وإنتوا في نفس اللحظة كثير منكو يعني من كلامهم أنه هم كانوا مثلا يسمعوا أشخاص الآن فتحت عينهم أكثر على الموضوع واستفادوا من الموضوع أكيد في أشخاص ثانين برضو حابين يسمعوا أنا ما بدي مشتركين يعني ما بدي مشتركين زيادة وما بدي زيد عدد المشتركين ولا بطمح أن يصير عندي عدد مشتركين أنا أنتو نخبي يعني يكفي أنه أنتو مثلا بتفهموا إيش اللي أنا بحكيه بتتعاملوا معي كأنه إخوي كأنه عيلي ما بدي في يوم أنا أقعد أجادل في اللي بيسب واللي بدي يغلط واللي يحرم واللي كفر واللي مش عارف إيش وهي الأمور أنا ما بدي أدخل فيه أنا بغنى عن وجعة الراس أنا بهمني أوصل هاي المعلومات اللي عندي لإلكو بأسرع وقت ممكن أفيدكو باللي أنا بقدر عليه وبس بس ساعدوني في الأمر هات يعني ما تبخلوا علي في هاي الأمور يعني ما بدي أطلبها منكو ممكن بتلاحظوني أنا ما بطلبها منكو ولكن إنه بالفترة الماضية أشخاص صاروا يقولولي إنه إحنا بنعمل صار شوي ما يطلع اسمك مثلا كان في الأول في البدايات يعني ولثلاثة أربعة خمسة بعدين تطلع صورتي هسا الآن لا صار الأمر أبعد فهذا الإشي دلالي على عدم التفاعل يعني التفاعل بساعدني أنا بس في الفيديوهات وإنتو شو اقتراحاتكو إذا أنتو شايفين أنه هيك مناسب خلص مناسب أنا موافق على هذا الموضوع إذا أنتو شايفين لا هو بستاهل الموضوع أنه نعمل هذا الإشي أو ندعم في هذا النقطة فيدعموني في هاي النقطة وبس خلينا نروع على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا اليوم ليوم السبت 6-6 القمر موجود في القوس لآخر يوم في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة تأثير القمر على كافة الأبراج لما بكون موجود بالقوس حكينا أنه نشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرح طبعا الفترة هاي ضغط الخسوف وأمور هاي ممكن هاي الأمور شوي تبقى قليلي يعني مش بيبهجتها أو مش بيقوتها بل لكن هو تأثيراته هيك لما بكون موجود ولكن تأثيرات الفلكية الثانية اللي بتأثر عليه طبعا هاي إشي ثاني فعشان هيك مننطلق على سجيتنا ومنتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا العلم الفلسفي والدراسة الدينية من ميلة الرحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواية ما تجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فهي الزاوية اللي إحنا رح نحكي عنها اليوم اللي هي أول وحدة رح تكون نعيد معلومات اللي هي الحلقة الماضية هي بس بشكل مختصر زاوية التقابل اللي هي ما بين القمر وما بين الشمس اللي هي الخسوف رح تكون الساعة تقريبا 7 و 11 دقيقة بيبلش 7 و 12 دقيقة بتوقيت جرينيتش طبعا الخسوف والكسوف هم اثنين سلبيات ما بنا نحكي الوقت والهذا لأنه ذكرناهم في حلقة الأمس عشان نختصر الوقت ولكن عادة أنه لما بصير زاوية التقابل دائما سلبية اللي هي عند اكتمال القمر لأنه هاي شوي بتحرك مشاعرنا زيادة فبخلق هذا الاتصال اللي عنا حالي من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الآخرين وحكينا أنه الخسوف أي وقت وهذا طبعا اللي بده يسمع بالتفصيل لأنه هو مش رح يكون منظور هذا خسوف ظلي بنسبة لا تتجاوز السبعة وخمسين في المية فما رح حد يشوف الخسوف وما رح حد يشعر أنه في خسوف بس أنه لازم أنه نحكي طبعا كسوف الشمس وخسوف القمر حكينا أنهم أمري سلبيات مدة تأثيرهم تقريبا ثلاث أيام قبل ثلاث أيام بعد خلال هاي خلالها القيام بأي خطوة جديدة دائما مرفوضة يعني دائما نحكي أنه جمدوا حالكم من الخطوات المهمة بالفترة هاي في هاي الحالة بتتأثر عواطفنا بما أنه بتعم علينا الفوضى في حياتنا أو أنه بتتضح الرؤية إلنا أكثر في اتجاه عاطفي جديد أفضل من السابق فعشان هيك هاي الأمور دائما بتصير فوضة القرارات وبرضو مع الزاوية اللي رح نحكي عنها هاي بتسوي القرارات المتسرعة والأحكام والإنفعالات والمشاكل والأشياء هاي كلها مع بعض فمدتها ثلاث أيام قبل وثلاث أيام بعد وحكينا أنه هاي إلها تأثيرات على جميع الأبراج فخلينا هيك نذكرهم سريع الحمل يجب الحذر من السفر البعيد أو في السفر البعيد والاتصالات البعيدة والابتعاد عن الأماكن المجهولة الثور في أي شراكة مالية ويجب تفحص بوليس التأمين أو برنامج الدخار الجوزاء في الشراكة العاطفية والشراكة في العمل السرطان في العلاقات مع الزملاء في العمل ويجب الانتباه أيضا للصحة الأسد في العلاقة مع الأحباء لسيما الأبناء ويجب عدم المبالغة في تجربة الحظ المالي العذراء بواجهوا المتاعب في أمور عقارية أو بيتية أو عائلية الميزان عليهم الحذر من السياقة أو في السياقة داخل المدن وفي علاقتهم مع الإخوة والجيران العقرب في الأمور المالية والأفضل تجنب شراء أي حاجية ثمينة القاوس في أي خطوة جديدة بيقوموا فيها بدهم يحافظوا على إنجازاتهم القائمة ومصالحهم الجدي بدهم يحذروا مما يتآمروا عليهم من وراء الكواليس ادلوا تجنب الدخول في مواجهة مع الأصدقاء الحوت بدهم يحرصوا على مصالحهم في مجال العمل وبدهم يتجنب الدخول في مواجهة مع المسؤولين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ وهاي راح تكون في تمام الساعة 47 دقيقة مساء بخلق هذا الاتصال لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء وتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وبرضو اللي بيكون محبط عاطفيا ممكن يثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع برضو سلبية بين القمر ونبتون راح تكون الساعة 14 دقائق صباحا بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي ومن نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين يعني نوع من الاستعطاف أو الشغلات اللي بيستخدموها النصابين طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة سياء الساعة 14 دقائق ببدأ خلو المسار خلو المسار هذا راح يستمر لغاية الساعة 7.43 دقيقة مساءا يعني بمعنى آخر أنه راح يكون فيه خلو مسار طويل من الرابعة صباحا يعني طول النهار لغاية المساء فما راح نذكر الانتقال للجدي إلا في حلقة الغد يعني بكرة نحن نذكرها لأنه راح ينتقل في خلال الحلقة ولكن بدكوا تحذروا أنه بما أنه كل اليوم سلبيات زوايا سلبية وفي نفس اللحظة الخسوف والأمور هاي كلها يعني بدكوا تديروا بالكوا أنه ما تبدأوا بأي شيء جديد ما تعملوا أي أشياء جديدة في الفترة هاي لأنها هاي الفترة لا تصلح لأي خطوة جديدة ومهمة في حياتنا وبشما هذا الموضوع جميع الأبراج دون استثناء فعشان هيك بتكوا تعتبروا أنه يوم السبت يعني يوم بس روتيني بتنجزوا فيه أعمالكوا المعتادين عليها ولكن إذا فيه قرارات مهمة أو أعمال مهمة حاولوا أنكوا تأجلوها لبعد هيك طيب الآن الزاوية اللي أنا حكيت عنها لأنها رح تتشكل بعد حلقة الغد ولكن بدي أذكرها ومنذكرها في حلقة الغد اللي هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس والمريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها ولنا لها عشر أيام ورح تستمر تقريب السبعة أيام أو ثمان أيام ذروتها ساعة سبعة وعشر دقائق مساء بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبسود جو من التوتر والعدوانية بحيث يتوجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وادخلنا بمواجهات إحنا بغنعناها هذا تأثيرها على العموم على الناس طبعا الحكومات بتدل على أن الحكومة ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها قد يدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان شفتوا قارنوها باللي صار في أمريكا بيت متاعبه وإحنا حكينا وا 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 إلى ما لنهاية تجدوا أنه كل إشي مبرمج يا جماعة الخير وكل في فلك يسبحون ربنا جاعلنا كلنا هي دورة بالدور على الجميع هاي كلها بترتيب المولى ما إلنا علاقة بشيء ولكن هذا الشيء بيجي بواحد بقول لك مثلا تعليق من التعليقات أنتوا دائما شو دخلكوا يا تبعين الأبراج في الدين لينش بتدخلوا حالكوا أو بتدخلوا الأبراج بالدين بدي أرد عليها بطريقتها ما علش إحنا أكثر ناس منعرف ربنا يعني أنا بالذات يعني من وراء العلم هذا كانت حياتي إشي وكانت عبادتي لربنا إشي ولما دخلت في العلم هذا علمت من هو الله شوف العبارة هاي اللي أنا حكيتها أتحداكي إذا بتفهميها من علم الله علمه الله وأتاه خيرا كثيرا وأنزل عليه من الحكمة فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله ينور بصيرتكم بس ينور بصيرتكم وتشوفوا أكثر مني كمان خلينا نكمل توقعاتنا عفو طبعا حكينا أنه القمر في القوس خلو المسار ذكرناه الآن وقدش بدي يستمر بدي ينتقل للجدي بعديها عمر القمر القمر المكتمل 15 يوم في تمام الساعة 47 و43 دقيقة مساء بصير 16 يوم نسبة الإضاءة 100% لأنه بدر بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى 20 6 المزاج منتحس القمر في القوس حتى 7 6 لأنه حلقة الغد رح نذكر عنه مزاجه منتحس عطارد في السرطان حتى يوم 18 6 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 25 6 مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتم في الحوت يوم 23 6 بده يبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ببلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت التاسع فعشان هيك بالفترة هاي بتنشطوا في كل أمور لها علاقة بمجالات الدراسة أو التنقلات أو السفر أو أوراق السفر أو المعاملات أو الاتصالات لا سيما الأمور البعيدة تشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة تتلقى إشارة أو خبر بتكون الفترة هاي فيها نوع من أنواع الحركة أو النشاط يعني ممتازة جدا بتشكل محطة لانطلاق بورشة جديدة صحيح أن هاي الأمور هي رؤوس الأقلام للتوقع هاي بتعتمد على القمر فقط لا غير في بيته التاسع باقي التأثيرات اللي بتصير دائما والسلبيات اللي بتصير أو الإيجابيات اللي بتعزز هاي التوقعات هي بتيجي من الزوايا اللي بتتشكل بالنسبة للبيت الأول فأنا شايفه اليوم روتيني فأنت على طبيعتك ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني نفسيا أنت روتيني تتعامل بشكل روتيني مع نفسك مع هندامك مع لبسك ولكن في نفس اللحظة بميل عليك نوع من أنواع العصبية من وقت لآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فأمور المالية شايف أنا اليوم حادة شوي فهاي بتلزمك إما بدفعات أو التزامات أو إعادة حساباتك لبعض الأمور ممكن تحمل لبعض الأشخاص من موليد برج الحمل حسب طالعهم بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور تقريبا يعني ما فيها الضغط الكبير فعشان هيك منحطها برضو تحت قائمة روتيني فعشان هيك تنقلاتك واتصالاتك وخصوصا القصيرة أو اتصالاتك التليفون ممكن تنشط في بعض الأوقات يعني بشكل هيك سريع اتصالات وبعدين تروح تنتهي فهي أساسا يعني فيه نشاطك نقدر نحيي أنه هو على طبيعتك وعلى حسب طبيعتك حياتك الاجتماعية وعلى حسب طبيعة عملك أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور ما زالت حد طبعا الفترة القادمة تقريبا لآخر الشهر حكينا على مستوى البيت في نوع من أنواع الحدية بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو أي شيء له علاقة بأفراب المنزل أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ما زالت حادة واليوم يمكن تزيد حدية كمان مع الزوايل السلبية وبرضو مع الخسوف وتأثيراته فعشانك هاي الأجواء بتزداد حدية بتصير حساسيتك أكثر ردة فعلك أكثر انتقادك أكثر يعني حتى من الأبناء ممكن أنه يوجهوا لك انتقاد معين فهذا الإشيء أثر في نفسيتك بشكل واضح أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل والصحة برضو كثير فعشانك بتتراكم عندك الأعمال خلال هذا اليوم ما بتقدر تنجزها كلها وبرضو راح تحس بالتعب أو الإرهاق أو نوع من أنواع ردات الفعل أو الأوجاع اللي بتيجي غير ثابتة متقطعة أهم إشيء إنك تراعي راحتك بالفترة هاي وصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ما بينك وبين الشريك صحيح إنه في ساعات الظهر ممكن يصير في بعض الحدية أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك يعني يسبب لك نوع من أنواع التوتر ولكن الأمور تقريبا ما بتوصل لمرحلة القصام أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية على مستوى الأموال المشتركة فهي ما بتدعمك بشكل كثير ولا هذا يعني على حسب نشاطك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات هو إيجابي وقوي أما بالنسبة للبيت العاشر بيدعمك برضو بقوة يعني في نوع من أنواع التوافق الجيد ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وهذا بيدعمك برضو بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 11 برضو بيت الأصدقاء بدعمك بشكل جيد وبعمل تقارب ما بين معارفك بينك وبين معارفك وعلاقاتك وأصدقاءك يعني الأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهيك بنرجع من بيت المتاعب للبيت السادس ونقول لك أنه لا ترهق حالك كثير ولا تتعب حالك كثير ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تجهد حالك زيادة حاول أنك توخذ قصد كافي من الراحة وراقب صحتك بشكل جيد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل ممكن يكون إضافي لعمل هذا أهم شيء أنك تخففوا من النفقات المتصاعدة الفترة هاي بيصير في صرف أكثر أو التزامات أكثر حسن أدائك فاوض بمرونة استفسر عن كل المعطيات حاول إيجاد حل وسط حذر من المواقف المتصلبة لا تكون قاسي مع أحباءك وما تهمل واجباتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء على المستوى النفسي تقريبا بدأت تخف شوي شوي عندك الأمور فعشان هيك بتلاقي مزاجك اليومين هذولا متعكر ما عندك ثقة كاملة في قدراتك أو مصاب بالملل أو الروتين يعني ملل من الروتين أما بالنسبة للبيت الثاني على مستوى الأمور المالية فأنا شايف أنه نسبة رح يكون في عندها مردود مالي خلال اليوم تيجي من عمل إضافي أو دعم ولكن برضو في المقابل بتزيد عليكم المصاريف أو بتكثر المصاريف أو الالتزامات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف روتيني يعني اتصالاتك تنقلاتك كلها روتينية على حسب طبيعتك بتتحرك خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع يعني ضغط على مستوى البيت يعني ممكن مشاحنات أو خلافات أو ورشة عمل أو اهتمامات منزلية مشتريات أشياء من هذا القبيل هي اللي ضغطيتك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا اليوم رح تحتد عندك فبدك تدير بالك من سوء التفاهم والحدية والعصبية مع الأحباء وخاصة مع الأبناء تدير بالك من حسسيتك وعصبيتك لأنه بتكون في أوجها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتنجز أعمالك على حسب طبيعتك وبرضو اهتماماتك الصحية إن شاء الله جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع قوي جدا وبرضو في نفس اللحظة هو اللي بيعزز الشراكي ما بينك وبين الحبيب ولكن في ساعات ما بعد الظهر خصوصا فترة خلو المسار بدك تدير بالك من سوء تفاهم أو تصلب في الرأي أو حدية في المزج أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى الأموال المشتركة زي ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع الأجواء الروتينية يعني حركتك واتصالاتك اليوم على طبيعتك ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ممتازة على مستوى العمل وعلى مستوى العمل مع المؤسسات الكبيرة الدفاع عن السمعة بيت السمعة لأنه هذا والعمل وعلاقتكم مع زملائكم ورأسائكم في العمل برضو تكون جيدة أما بالنسبة للبيت 11 فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة لبيت المتاعب طبعا الأجواء ضاغطة فعشان هيك ما نقول لك اليوم يعني حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة ما تدخل فيه أي شيء جديد بالفترة هاي أو باليوم هاد وحاول في نفس اللحظة أنك تراقب وضعك الصحي من التقلبات برج الجوزاء يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة تجنب الغضب والانفعال ما تخلي حد يستفزك احمي سمعتك وما تشوهها عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة يعني بدك تحامل على نفسك شوي لإنجاز بعض الأمور المهمة طبعا اليوم مش زي الأيام الماضية يعني في اليوم بعض الضغوطات على بعض البيوت بسبب الزوايا كلها وبسبب الخسوف اللي موجود مقابلك بسبب الشمس والزوايا اللي بتشكلها التربيع فالضغط كثير راح يكون على المستوى النفسي عندك فعشان هيك نفسيا بتكون يعني مشحون ما للي من الروتين حاب تعمل تغيير ولكن مزاجك مش جيد اما بالنسبة للبيت الثاني فهنا نيجي على الأمور المالية فانا شايف انه في ضغط على المستوى المالي ممكن تزيد عندك المطالبات او الدفعات او المشتريات او الالتزامات او يطلع لك مصريف انت ما كنت متخيلها اما بالنسبة للبيت الثالث فبدك تدير بالك اثناء التنقلات اثناء الاتصالات من النقاشات الحد والعصبية الوضع متقلب خلال هذا اليوم بيحملك في ساعات الصباح وفي ساعات المساء يعني حلقتين منقدر نحكي عنهم صعبين فهدولة يعني ما في داعي للتهور او للتسرع بالنسبة لاتصالاتك ممكن اليوم التغر بالعصبية اكثر من مرة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بدأت فيها نوع من انواع الحدية على مستوى البيت ممكن بعض الخلافات او سوء التفاهم او التزامات زيادة او حدية او قرار مثلا ما بعجبك في البيت او بعض الامور اللي الها علاقة بالمهام المنزلية اللي بتكون زيادة او العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فلغاية ساعات الصباح تقريبا الاجواء روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن من بعد ساعات الصباح في فترة خلو المسار بدك تدير بالك من العصبية والحدية وامور الها علاقة بردات الفعل السلبية اللي ممكن انها تأثر عليك او تؤذيك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا البيت السادس عفوا يعني تقريبا الاجواء جيدة على مستوى العمل ممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو انك تهتم بصحتك بشكل جيد اكثر وممكن تستخطي حالك على امر كنت عامله بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الشراكة يعني نقدر نحكي زي ما حكينا في بداية التوقعات اما بالنسبة للبيت الثامن بيت الاموال المشتركة روتيني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بقضايا او اوراق قانونية او معاملات او اشياء من هذا القبيل ممكن يكون عندك اليوم يعني اما اجتهاد على لغة او على فكرة او على اشياء عملية يعني بحاجة لتصرف سريع اما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة فعشان هيك اليوم بتلاقي انه بعزز من قدراتك وبرضو ممكن يصير فيه نوع من انواع التعامل ما بينك وبين زميل او رئيسك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فالاجواء حادة جدا فعشان هيك يسبب لك نوع من انواع النفور او العصبية من احد الاصدقاء او خلاف معين او عتب او انه بتحس انه انت عايش بفراغ كامل بعيد عن كل معارفك ما عندك رغبة انك تتواصل مع احد اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك انجز الاعمال الضرورية والمهمة وحاول انك تنتبه لحالك بشكل جدي راقب غذائك وراحتك بشكل منيح اذا شعرت باي عرض غير اعتيادي راجع طبيبك مرج السرطان انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بتكون انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون واضح في اولوياتك ما تخلي احد يثير انفعالك او غضبك نظم وقتك بشكل جيد بالتزاماتك وخصوصا الواجبات المسؤوليات احترم الموعيد برضو اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء متقلبة عندك على المستوى النفسي خلال هذا اليوم تحملك نوع من انواع الحدية او ممكن انك تعصب في لحظة هيك فتخرج الضغط او الكبت اللي موجود داخلك وخصوصا هذا بيجي في ساعات الظهر اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني بتدعمك شوي على الامور المالية ممكن تحصلوا بعض الاموال خلال هذا اليوم تيجي من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او المساعدة او الهبات ولكن بتزيد عندك المصاريف او الدفعات خلال هذا اليوم او الالتزامات الكثيرة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا روتينية ولكن في ساعات الصباح بتحتد وبتعصب وممكن مزاجك يكون يعني عصبي جدا فعشان هيك ممكن يكون لك ردة فعل سريعة من الغضب وخصوصا اثناء تعاملك مع اخ او جار او حتى بالنقاشات العامة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي متقلبة من الضغوطات او النقاشات او الحدية او بعض الامور اللي ممكن تظهر كاعطال او التزامات منزلية في ساعات الصباح وفي ساعات المساء يعني بدك تراقب برضو ما تنفعل مع الامور وتتوتر اما بالنسبة لبيتك الخامس فالاجواء تقريبا جيدة لغاية ساعات الصباح تدعمك بقوة على المستوى العاطفي ولكن من ساعات الصباح في فترة خلو المسار بدك تدير بالك من ردات الفعل او الحساسية او ممكن انك تغضب احد الاحباء او تغضب من احد الاحباء او الابناء اما بالنسبة لبيتك السادس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الاجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي بتعمل تلاقي او تقارب ما بينكم بين الشريك خلال هذا اليوم صحيح مش باوجد الفترة الماضية ولكن ممكن تفتر في ساعات ما بعد الظهر وتصير الامور الروتينية اما بالنسبة لبيت الثامن على مستوى بيت الشراكي المالية والعاطفية تقريبا يعني في منكم ممكن يهتم بمسائل لها علاقة بالبنوك او بالقروض او بالديون او بامور مستردات مالية وفي منكم ممكن يجد اشي كان ضايع منه بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت التاسع فاتصالاتك الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاوراق القانونية او الدراسة او الامتحانات كلها بشكل روتيني يعني على حسب طبيعتك وحسب مجال عملك بتتحرك خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت العاشر فبنقول لك دير بالك ما تحاول انك تجازف او تغامر خلال هذا اليوم ما تدخل بتهورات او تخالف القوانين او الانظمة خلال هذا اليوم وما تدخل في اعمال مشبوهة لانه هذا بيت السمعة برضو لا تتأخر عن دوامك وحاول انك تداوم في الموعد المناسب ما تدخل برضو بخلافات مع زملائك بالعمل او رؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فانا شايفه روتيني ما فيه اي شيء يعني علاقتك مع اصدقائك على طبيعتك يعني بتتحاوروا بتتعاملوا بشكل انتو اللي انت عليه مثلا اما بالنسبة لبيت المتاعب فبدأ اليوم يضغط بيت المتاعب فعشان هيك بتحس ببعض الارهاق طبعا الضغط على بيت المتاعب عادة بيجي فترات طويلة ولكن الفترة هاي هو يومين يعني اليوم وبكرة وبعدين ترجع الامور بتخف فعشان هيك بنقولك ما ترهق حالك كثير وما تتعب حالك كثير بالفترة هاي انجز العمال الضرورية والمهمة راقب غذائك وصحتك بشكل جيد ممكن تقلق بشأن صحة احد الاحباء او المعارف برج الاسد تشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات اهم شي انك تكون اكثر مرونة ممكن تحقق انجاز مهم ممكن تنتعش العواطف عندك من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة الان هذا ايجابي ولكن بما انه الخسوف موجود في بيتك الخامس بيت العاطفي فهذا بعمل امرين يا اما انه انه انت بتدخل بخلاف حاد مع الحبيب بالفترة هاي والنزاعات او انت ممكن اللي هي السلبيات احنا بنا نحكي ليش لانه فيه سلبيات او انت بتكون عندك نوع من انواع المبالغة فيه الامور الملذات يعني سهر او انجراف وراء تهور او اشياء سلبية ممكن تعملها نوع من انواع الترفيه انت بتتفكرها ولكن هي رغبات وشغلات مش جيدة فهذا الاشي او هذا الاشي طبعا هذه الامور السلبية اللي بدك تحذر منها بسبب بيتك الخامس اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف الاجواء تقريبا روتينية اليوم ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن تحتد او تعصب او ممكن تتور من العصابية هيك بسبب معين فعشان هيك بدك تمسك عصابك وما تفقد الثقة بنفسك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني تقريبا قلنا على المستوى المالي فيه نوع من انواع الضغط بسبب لك ماشي فيه نوع من انواع المردود المالي بيجيك ولكن انت رح تدخل حالك في شيء بواي بدك تحذر منها الو علاقة اما بالتزامات زيادة او دفعات او تهورات مالية او مجازفة مالية ممكن انت شعي ما تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء على مستوى اتصالاتك تنقلاتك كلها روتينية ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي اما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الاجواء جيدة يعني انت تقريبا فيه انسجام على مستوى البيت او افراد البيت او المشاكل البيتية يعني انا شايف ما فيه اي شيء يوتر العلاقة الا اذا انت طبيعة مخك يعني هو بسبب الخلافات فهذا أمر ثاني أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا الأجواء روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني وبرضو اهتمامك بالصحة بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية وبتعزز بعض النقاط القوية اللي ممكن من خلالها أنك أنت تنجز بعض الأشياء الجيدة ويعني تكون لصالحك أو تقارب ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو خالي من أي تأثيرات فهو روتيني تماما بالنسبة للبيت التاسع الأجواء ضاغطة وحدة خلال هذا اليوم فعشان هيك اتصالاتك لبعيدة أو تنقلاتك أو تواصلك مع الأشخاص اللي خارج البلاد ممكن يكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية بدك تدير بالك احذر أثناء تنقلاتك ما بين المدن أو المحافظات وبرضو في نفس اللحظة انتبه للأوراق القانونية والمعاملات أما بالنسبة للبيت العاشر وبيت السمعة ما فيه أي تأثيرات عليه فعشان هيك الأمور إيجابية منقدر نسميها بتدعمك على مستوى السمعة وبرضو على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة يعني في عمل أو إنجاز بعض الأعمال أو تعاون مع زملاء أو رؤساء العمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن يحملك كثير من اللقاءات أو تعامل مع الأصدقاء أو المعارف بالفترة هاي فعشان هيك الأجواء دعميتك أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف إنه بيت المتاعب ضاغط فعشان هيك الحدية موجودة عدم إنجاز الأعمال برضو موجود تراكم أعمال عندك برضو موجود شعورك بالملل من الروتين موجود برضو ما تدخل مناطق أنت بتجهلها وما تغامر أو تخاطر بالفترة هاي برج العدراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتكثر الضغوط والمتاعب هاي فترة توتر على صعيد الشخصي أو العائلي حاذر من الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف الأجواء معنى على المستوى المالي ممكن تحمل لك نوع من أنواع المصاريف أو الدفعات خلال هذا اليوم أو الالتزامات ولكن في بعض كور رح يحصل بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء تقريبا داعمة على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات النقاشات الحوارات ولكن بغلب عليك بعض الأوقات نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطبع لأنه شوي يعني في نوع من أنواع العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي لغاية ساعات العصر بعدين بتصير في نوع من أنواع الحدية ممكن تعصب أو تحتد أو صير خلاف ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نسميها يعني روتينية ما في أي شيء بتنجز أعمالك بشكل روتيني وإهتمامك في صحتك برضو بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فهو حاد على مستوى بيت الشراكة فعشان هيك الأزواج بدهم يديروا بالهم بالفترة هاي يعني في نوع من أنواع الحدية أو العصبية موجودة في طبعك فممكن تنفجر أو تعصب أو تختلق مشاكل أو تتحسس من مشكلة معينة دير بالك من هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة إلا أنه ممكن تظهر بعض المسائل اللي فيها عرقيل أو تأخيرات أو رفض لأي أمور لها علاقة في الأمور المالية المشتركة أو الأمور الأموال اللي ما بتعود لك يعني أمور لها علاقة ببنك بقروض بتسويات بأمور ضريبة تأمين فهاي الأمور كلها ممكن يصير فيها بعض التعطيلات خلال هذا اليوم إلا أنه ممكن تفتح بعض المجالات لا استرداد بعض الأموال أهم شيء أنك ما تدائن حد بالفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينيين ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر يعني الأجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكو ممكن يدخل بأشياء إيجابية يعني تقارب ما بينه وبين زملاءه أو رؤساءه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو تقريبا روتيني تعاملك مع عارفك أصدقائك بشكل روتيني ولكن أنه ما رح يكون فيها الحيوية القوية أو الدفعة القوية لقارب ما بينك وبين أصدقاء جدد يعني أنت بتتعامل على مستوى أصدقائك فقط أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه ضاغط بشكل كبير عشان هيك بنقولك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تحاول أنك ترهق حالك كثير راعي وضعك الصحي بشكل جيد لأنه أنا شايف وضع الصحي عندك شوي على إعلامة استفهام انتبه لصحتك وفي نفس اللحظة يعني غذائك يعني ما تأكل أشياء أشياء ما بتعرفها عشان ما تأذي نفسك مرج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتنقلات أو الاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززوا اليوم العلاقة مع أخ أو جار بناسبكم تكثيف التحركات بتعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة فترى يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي تقريبا الأمور جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا النهار فنفسيا أحسن أنت مشحون بطاقة إيجابية دعمك بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني فتقريبا على المستوى المالي ممكن تلوح بعض الفرص المالية بعض المكاسب بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو نوع من الهبات أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة تقريبا مشحون بطاقة إيجابية على مستوى البيت بالدعم من علاقتك ما بينك وبين أفراد العائلة وبرضو ممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات العائلية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا طبيعية يعني روتينية لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بيصير فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو القلق عليه على أحد الأحباء أو أحد الأبناء أما بالنسبة لبيتك السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن يصير عندك بعض الانشغالات اللي إلها علاقة بأمور إلها علاقة بالصحة أو تقلبات صحية أو قلق أو وسواس أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكي وهي بتدعم علاقتك مع الشريك وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية ما بينكم وبين بعض وخصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات ببعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أو امتحانات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد بيدعمك بقوة على مستوى بيت السمعة وبرضو في نفس اللحظة بيعزز من كفاءتك في العمل وممكن تقارب ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فأنا شايف الأجواء روتينية لغاية ساعات المساء ممكن يعني إما أنك تزعل على صديق أو تزعل من صديق أو تأخذ على بالك أو يعني يصير أمر هيك شوي يسيئك من أحد المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بيزيد حساسية الوسواس عندك والقلق اللي مائل ومبرر وفي نفس اللحظة التعب بينجاز بعض الأعمال ما تقدر تنجز كل إشيء وفو برضو بيحمل لك يعني أشياء إلها علاقة بالتوترات الصحية برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات ام تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لمرحلة جديدة أو تحدد الأولويات أو الميزانية المالية ممكن تتلقى هدية أو تقدم أو استثمار يعني وفي مصاريف منزلية طارئة ممكن تكون عندك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء الروتينية على المستوى النفسي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت الثاني كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وبرضو عندك قدرة على الإقناع عالية جدا خلال هذا اليوم وعندك سرعة بديها عالية يعني نفسيتك تقريبا على مستوى إنجاز الأعمال والحركة عندك شغف أو رغبة كبيرة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت إما أنه أعمال أو التزامات أو بعض الخلافات العائلية أو بعض الحدية في الطباع أو ممكن تنتهر بعض الأعباء عندك أو الأعطال اللي بتطلب منك جهد كبير أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ضغط جدا فعشان يمكنكم تديروا بالك من أمور إلها علاقة في مسائل مع الأحبة ممكن حدية عصبية ممكن توصل حتى لمراحل صعبة جدا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى أمور العمل والصحة يعني على طبيعتك بتكون بالنسبة للبيت السابع برضو أنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا مع الأزواج أو ما بينك وشركائك بالعمل أما بالنسبة للبيت الثامن برضو روتيني فما فيه أي شيء يعني يضغط عليك على مستوى الأموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع أنا شايفه ضاغط بشكل سلبي خلال هذا اليوم يعني ممكن أنه خبر من بعيد أو قلق على شخص خارج البلاد أو يعني تتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها من أوراق قانونية أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة اليوم دخل فيه منحنة شوي صعب فعشان هيك نقول لك ما تشوه سمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة خلال هذا اليوم وما تجازف وما تغامر برضو زيادة عن اللزم ممكن اليوم إذا تأخرت عن عملك أو صار خلاف ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل يسبب لك نوع من تشويه السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالعمل روتيني في تعاملك مع الأصدقاء وعلاقتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعف فهو ضاغط بشكل سلبي فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ما تقدر تنجزها بالكامل ممكن تشعر بالتعب أو القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج القوس طبعا ثقاتكم بأنفسكم كبيرة بعمكم النشاط بدروا لخطوة جديدة بالداعم من مكانتكم الاجتماعية يعني ممكن هاي الفترة هيك تعطيك خبر معين أو يجيك خبر معين بيكون مثابة لإشارة لانطلاق جديد فترة ناشطة فيها نوع من أنواع الحماسة القمر مكانه يعني عندك صحيح أنه في خسوف ولكن برضو على المستوى النفسي بتلاقي فيه أشياء إيجابية أحسن من الفترة الماضية ممكن اليوم تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع ما طبعا ما بنصح بالمشاريع أنك تبدأ بمشروع ولكن ممكن إيشي بتشتغل عليه من فترة اليوم يجيك جواب عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فهو على مستوى المال برضو بيحمل لك نوع من أنواع الفرص المالية أو المكاسب المالية أو الدعم المالي وممكن بعضكو يحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا روتينية ما فيه أي شيء يعني اتصالاتك وتحركاتك على حسب طبيعتك ممكن اليوم يعني يظهر بعض المسائل اللي فيها نقاشات تحتد أو تعصب أثناء القيادي أو تحب تغامر لك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء دخلت بحدية عالية جدا على مستوى البيت فممكن يظهر لك اليوم خلاف على مستوى البيت أو أحد أفراد العائلة أو بعض المسائل اللي بتتعلق في البيوت أو العقارات تخليك تحتد أو تنشغل فيها زيادة عن اللزوم بدك تنتبه وما في داعي للعصبية ولا للحدية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء برضو على المستوى العاطفي فيها نوع من أنواع الحدية وهاي ممكن تسوي توتر ما بينك وبين الحبيب أو قلق أو مشاحنة أو ممكن سوء تفاهم ولكن بتغلب عليها نوع من أنواع المشاكل العاطفية ممكن تكون مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينيا ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على عملك بتنجز أعمالك بشكل روتيني وحفاظك على صحتك بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الشراكة والشراكة المالية والعاطفية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم يعني إما أنه يرتفض لك قرض أو يجيك رد سلبي أو ممكن الطالب بنوع من أنواع الحلول ولكن ما تزبط معك خلال هذا اليوم وممكن تقلق على صحة أحد الأحبة أو أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها حادة برضو على مستوى الاتصالات البعيدة يعني برضو بتحمل لك نوع من أنواع التقصير في إنجاز بعض الأوراق أو المعاملات القانونية أو ممكن تظهر مسألة قانونية أو ممكن تحتد أثناء نقاش معين أو تقلق على شخص خارج البلاد أو يعني أمر ممكن أنه يستفزك العلاقة في باب من هاي الأبواب أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك فممكن اليوم تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة ممكن يوكلك عمل جيد اليوم يعني يكون لما صلحتك أو يعطي إشارة جيدة بالنسبة لألك وممكن يصير في تعاون ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تقريبا على طبيعتك بتتعامل مع أصدقائك ومع عرفك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء ضاغطة فعشان هيك ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن تشعر ببعض الوهن أو التعب الصحي أو تظهر بعض الأشياء المشاكل اللي بتيجي بشكل مفاجئ برج الجدي طبعا لآخر يوم القمر موجود في بيت المتاعب ابتداء من الغد رح ينتقل عندك فعشان هيك بظل هذا اليوم في نوع من أنواع الضغط فمنقول لك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في إنجاز ما لديك من عمل متراكم استرح وما تعرض نفسك للمسؤوليات أو مسؤوليات كبيرة وصعبة أو فارغة ما تدخل في أشياء فيها نوع من أنواع الحظوظ ما تجازف خفف من وطيرة عملك ما تحسم أمر ما تنجرف وراء أفكارك السوداء والهواجس أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء على المستوى النفسي تقريبا يعني متقلبة يعني مش الفئة الكثيرة على الفئة النفسية ولكن بحس أنه في تقلب عندك على المستوى النفسي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني روتينية على المستوى المالي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن دير بالك من زيادة في المصريك ممكن طالعك يدعمك على المستوى المالي ويحقق لك بعض الإنجازات ولكن اللي أنا شايفه إنه هو تقريبا روتيني أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التحركات والاتصالات ممكن يكون عندك اليوم إما تهور أو بالقيادة مثلا أو عصبية أثناء النقاشات وممكن تحتد على أدفه الأسباب برضو عندك تشتت الذهني ما تدخل في أشياء بحاجة لمقابلة مثلا أو مناقشة بدون ما تكون مستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء على مستوى البيت روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك ممكن بعض الأعمال أو المهام المنزلية أو مشتريات أو ترتيبات أو صيانة أو لقاءة عائلية طبيعية أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي في حدية وفي عصبية إما سوء تفاهم أو ردة فعل سلبية أو ممكن أنك شوي تنزعج من تصرف الحبيب خلال هذا اليوم أو من تصرف أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية برضو نفس الشيء روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء برضو ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فهي بتسبب لك نوع من أنواع الحدية إما بأمور التزامات العلاقة بالبنوك أو بالتأمين أو بالضريبة ممكن تظهر لك بعض المسال أو الأوراق ودير بالك على مقتنياتك من الضياء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو الامتحانات الجامعية يعني تقريبا روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بزميل أو رئيسك بالعمل يعني الأجواء جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل مع أصدقائك ومعارفك بشكل طبيعي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيكم نقول لك دير بالك من الحدية بيت المتاعب اللي بتسبب لك يعني وساوس وأشياء من هذا القبيل مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة أهمش إنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة أنت بحاجة لنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح مميز لا تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق طبعا اليوم هذا بدك تستغله لأنه القمر يعني آخر يوم موجود في في بيت يعني في القوس بده ينتقل للجدي بيت متاعبك فعشان هيك الفترة الجاي فيها نوع من أنواع ضغط عليك بدك تكون مستعدلها أو تنجز أعمالك على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية على المستوى النفسي يعني على طبيعتك وهذا بيشارك بنوع من أنواع الملل أو يعني نوع من أنواع التقلب في المزاج أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف ضغط بالمصاريف أو الدفعات أو الالتزامات خلال هذا اليوم وممكن يتراكم عندك بعض المصاريف أو ممكن تظهر لك بعض المشاكل المالية اللي تستفزك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني على مستوى ترقلاتك واتصالاتك وحواراتك على طبيعتك بتكون ولكن في ساعة المساء دير بالك من الحدية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء بلشت شوي تستقر يعني بشكل روتيني ولكن تحمل لك فترتين يعني خلال فترة الصباح والمساء إما أنه بعض المشاكل المنزلية أو العائلية أو مور إلها علاقة بفراد العائلة اللي توترك وتعصبك بدك تنتبه من هاي الفترتين اللي هي صباح والمساء على أساس أنه يعني تكون جاهز لها وتتمالك أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء ضاغطة على مستوى البيت الخامس وهاي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر بالعلاقة مع الأحبة أو الأبناء ممكن قلق على أحد الأحبة وممكن سوء تفاهم ممكن يعني خلاف معين أو ردة فعل سلبي خلال اليوم أو حدية بالطبع أما بالنسبة للبيت السادس فعلى مستوى العمل وعلى مستوى الصحة تقريبا الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتنجز أعمالك وتهتم بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت الشراكة يعني من لاقي أنه المسائل العاطفية عندك اليوم شبه أوف يعني عاملة فعشان هيك فيه نوع من أنواع الحدية والطباع برضو أثناء تعامل مع الشركاء المال أو مع الأزواج بين الأزواج يعني فعشان هيك فيه عندك حدية أو عصبية أو ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بيحمل لك هذا روتين عادي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو روتينية على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية على طبيعتك بتتعامل فيها أما بالنسبة لبيت السمعة فهو قوي بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبعمل تقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل أو زميل أو رئيسك بالعمل وممكن تنجز مهمة اليوم صعب أنك كان تنجزها بالأيام الماضي أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب شايفوا حاد أنا اليوم فعشان هيك إنجز العمال الضرورية والمهمة اهتم بصحتك راقب وضعك الصحي بشكل جيد وما تندفع وما تتهور وما تدخل على أماكن مجهولة برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل ممكن ينجح في الدفع بمصالحه تقدر تحافظ على إنجازاتك القائمة ممكن تغار على يعني مصالحة أو على مصالحك في هذا اليوم أهم شيء إنه الفترة هاي دائما بتكون يا من أسوأ الأيام يا من أنجح الأيام وخصوصا بسبب الضغوط الموجودة تأثيرات القمر عليك ثقيلة وثقيلة على الأعصاب والمعنويات أهمش إنك ما تتدمر على مسامع أحد وأصبر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي إنها ضاغطة على المستوى النفسي بتسبب لك نوع من أنواع النفور أو الحدية بتقلب بالمزاج عندك ممكن مالل أو هيك الروتين ضاغط عليك زيادة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا روتينية ممكن تحمل لك بعض الضغوطات اليوم إلها علاقة بالأموال أو المشتريات أو المصاريف أو الدفعات أو القلق المالي أما بالنسبة للبيت الثالث تقريبا يعني برضو روتيني على مستوى تحركاتك واتصالاتك ونقاشاتك يعني ما فيها الإشي القوي الكثير ولكن في أحذر في ساعة المساء من الحدية والعصبية في الطبع أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت يعني متقلب خلال هذا اليوم فهو الأغلب يعني بيكون روتيني في ساعة الصباح ممكن تتعرض لنوع من أنواع الضغط بعدين روتيني في ساعات المساء ممكن تتعرض لضغط الضغط هذا بيجي عادة إما أنه أعمال زيادة أو خلاف أو سؤتفاهم مع أحد أفراد العائلة أو بعض المشاكل المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي في ضغط بسلبية جدا فعشان هيك بتكون تنتبهوا أثناء تعاملكم مع الأحباء من الحساسية أو التحسس من موقف معين أو العصبية أو الحدية في الطبع حاول أنك تمسك عصابة قدر الإمكان وما تفاقم الأمور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو متقلبة على مستوى العمل والصحة يعني قلت عن حدية الفترة الماضية الصحية ولكن ممكن شوي هيك اليوم يعني في الساعات الصباح وفي الساعات المساء إما أنه يتراكم عندك بعض الأعمال أو تشعر ببعض التوعوكات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى تعاملكم ما بينكم شركاء المال أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن حتى على مستوى الأموال المشتركة برضو روتيني بخلال هذا اليوم ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني معاملاتكم بتنجزوها على حسن طبيعتكم خصوصها المعاملات المالية بالنسبة للبيت التاسع حتى اتصالاتك أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد برضو روتيني ما فيه أي تأثيرات لا إيجابية ولا سلبية بالنسبة لبيت السمعة بيت العمل برضو مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف بيت الأصدقاء برضو جيد بيحمل لك نوع من أنواع الدعم أو التقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو لقاء أو دعوي أو اجتماع ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة على بيت المتاعب وهي بتسبب لك نوع من أنواع الحدية والوساوس في نفس اللحظة فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول تأخذ أنك قصد كافي من الراحة وحاول تنتبه لا غذائك ولا دوائك في نفس اللحظة وبرضو ممكن أنه اليوم يكون عندك عيادة إما لمريض أو أنت تكون مريض والناس تيجي تعيدك أو تزورك هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء